بحث علمي جديد ومهم يستفيد بزيادة في العمر بتاعه إذا بعد عنه الأمراض المزمنة وعلى رأسها اتعاملت على مليون ونص مريض على ما يخسروا حوالي 14% من عمرهم في الوقت مواد الطبيعية تقتل خلايا الشكوخ المسؤولة الأساسية عن أن الإنسان يعجز بسرعة جيت الزيتون وورق الزيتون المستخلص بتاعه الشاي بيسموه الشاي ورق الزيتون ده من أهم الحاجات التي تقضي على الخلايا الشكوخ وخلايا الشكوخها دي هي اللي بتسبب السمنة برضو وبتسبب زيادة الوزن وهتخسر كتير من عمرك عندهم بيقولك وباء السمنة فإحنا عندنا يا جماعة في العشر سنين الأخيرة ظهرت أدوية فعالة جدا في الوقاية والعلاج بتطول عمر الإنسان ولسه فيه كمان كتير جدا هنتكلم عليه في الأدوية الحديثة درسها مهمة وبتلفت نظر أي إنسان أنت لو عاوز عمرك يعني يبقى بعد قدر الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها كالعادة عن بحس علمي جديد ومهم ومنشور في كبرى المجلات العالمية ويتعلق بصحة الإنسان وقد إيه يعني البحث ده ممكن يكون مفيد لنا ونطلع منه بمعلومة تفيدنا في صحتنا البحث بتاعنا ده منشور في مجلة علمية كبيرة جدا اسمها لانست واللي عمله مجموعة بحسية في كلية الطب جامعة كيمبريج وعلى رأسهم دكتور من أصله تلياني بيشتغل في الجامعة دي اسمه إمانويلا دي أنجيلانتونيو وده القائد بتاع المجموعة البحسية الكبيرة دي اللي حبت تجاوب على سؤال مهم أوي وهو قد إيه الإنسان عموما ممكن يستفيد بزيادة في العمر بتاعه إذا بعد عنه الأمراض المزمنة وعلى رأسها وأساسا فيها مرض السكر كم سنة ممكن الإنسان يكسبها لو أخر مرض السكر أو مجلوش مرض السكر وكم سنة ممكن الإنسان يخسرها كل ما السكر جاله بدري وإحنا شايفين يا جماعة أن معدل الإصابة بمرض السكر في البشرية عمال يزيد والسكر اللي بنتكلم عن السكر من النوع التاني بدل المكان بيجي في الستينات والسابعينات أو ما يجيش خلص بقى ينزل للخمسينات بعدين شوية بقى ينزل للاربعينات وبعند الوقت بقى في ناس كتير جدا في سن في التلاتينات تلاقيها مصابة بمرض السكر ويبدأ رحلته العلاجية مع العلاج والأدوية بمرض السكر فهو هنا يعني عمل بحث بيشمل أكتر من 97 دراسة اتعاملت على مليون ونص مريض على مدار 23 سنة جمعوا 97 دراسة منها دراسة عاملها البيوبانك البريطاني وهو بيسجل كل بيانات الناس عنده امتى تصابوا بالأمراض ايه اللي بياخدوه ايه العلاجات اللي بياخدوه توفه امتى توفه بايه توفه ازاي احصائية عاملها البريطانيا عن كل الجماعة البريطانيين وكذلك 19 دولة مختلفة مليون ونص 23 سنة 19 دولة من دول العالم المتقدم الجماعة دول دايما بيعملوا أبحاثهم على العالم المتقدم ومش بصل لنا خالص يمكن عشان احنا ما عندناش نفس الاحصائيات اللي عنده وجد ايه بعد الدراسة دي قد ايه كل ما الانسان يصاب بالسكر أصغر قد ايه يفقد من عمره في المتوسط في العموم لقى ان الناس اللي بتصاب بالسكر بدري بيخسروا حوالي 14% من عمرهم نسبة تقريبية يعني ايه الكلام ده يعني كل 10 سنين يجيلك او يجي الانسان السكر فيها بدري يحصل خطر او يزيد خطر وفاء بنسبة 14% عن ان لو السكر ده تأخر 10 سنين برضو يعني ايه الكلام ده بتفسير يعني ملخص البحث ده لا ايه ان لو لو واحد او مجموعة من البشر اصيبت بالسكر عند سن 30 من سن 30 بقى مريض بالسكر نوع التاني وبدأ يمشي على الادوية ويمشي على العلاج يخسر قد ايه من عمره بالمقارنة بالشخص السليم لو هيخسر حوالي 14 سنة عن الشخص السليم او مجموعة من الاشخاص دي عن انه ما كانش جاله السكر مدى الحياة يعني 14 سنة نقص في العمر بسبب انه اصيب بمرض السكر في سن 30 او في التلاتينات من عمره لكن لو اصيب بمرض السكر في سن 40 يخسروا قد ايه بقى الجماعة دول يخسروا حوالي 10 سنين من عمرهم بمقابل بمقارنتهم بالاشخاص الاصحاء طيب لو اتصاب عند 50 سنة فيما فوق من 50 سنة يخسر 6 سنوات بس وهكذا فعملوا طبعا من الملايين البشر دي عملوا احصائية وعملوا منحنيات وكرفات انا احط لك واحد منهم هنا على الستات مثلا متطبق على ستات واحد متطبق على الرجالة لو بصيت على المنحنة اللي عندنا ده الرأسي ده عدد السنين نسبة السنين اللي تفقد بسبب السكر كم سنة تفقدها بسبب السكر والمحور الافقي السن اللي بدأ عنده مرض السكر لو تبص عندك هنا لو بادئ السكر عند الشخص اللي هو الجزء الازرق العلوي اللي فوق ده ما قبل الاربعي يعني في التلاتينات يخسر ما يقارب الستات يخسروا ما يقارب من ستاشر سنة الرجالة اقل شوي طيب لو بادئ السكر من الاربعين فيما فوق يخسر من عشر الاثناشر سنة لو بادئ السكر من سن خمسين سنة اللي هو الخط التالت من فوق الخط الاخضر ده يخسر حوالي من ست لثمن سنوات يعني حوالي سبع سنين يخسره من عمره لو بادئ السكر عند ستين سنة واحد بقى بفضل العايش سليم وصحيح ما عندوش سكر لو بادئ سن ستين سنة وبدأ بعد كده السكر يجي له يخسر حوالي اربع سنين بس بمقارنة بالاشخاص الاصحاء اللي مجلهمش سكر خالص الناس اللي جي لها السكر فوق السبعين بتقسر حوالي سنتين من عمرها واللي بيعاد السبعين سنة سليم بيبقى تقريبا زي وزي اللي يجي له سكر في اي وقت تاني والمنحنات دي كلها بتتقابل عند سن فوق التسعين يعني معناه يا جماع معناه ان اللي بيعيش لسن خمسة وتمانين سنة وتسعين وخمسة وتسعين سنة دول غالبا ما فقدوش اي سنين من عمرهم بسبب الاصابة بالامراض المزمنة طبعا المواضيع دي فيها اقدار كتير وفيها عوامل ورصية وفيها جينات وفيها امور صحية كتيرة وحاجات كتيرة عامل بس هم قاسوا بس الفقد مقارنة بالاصحاء السلام والناس اللي بيصابوا بمرض السكر طيب ايه الامراض اللي سببت الوفاة والخسارة في هذا المقدار من العمر لو اساسا نمر واحد امراض الجهاز الدولي الضغط بقى والجلطات والمشاكل الكتيرة اللي بتيجي الكوليسترول المرتفع اللي بتيجي بسبب الاصابة بمرض السكر تلاقي جماعة اللي عندهم سكر دايما عندهم مشاكل في الدورة الدموية عندهم اه اه ارتفاع في الضغط بعضهم يعني عندهم اه اساسي بقى اه ارتفاع في الكوليسترول تلاقي عندهم مشاكل في الكلا مشاكل في القلب مشاكل كتيرة جدا في الجهاز الدوري نسبة السرطان عند الجماعة اللي عندهم سكر بترتفع اكتر بنسبة من الناس العاديين وده سبب من اسباب الوفاة امراض الجهاز التنفسي لان الجماعة دول مناعتهم بتقل فالاصابة بالميكروبات بتزيد خاصة اللي كانوا بيدخنوا سجاير والكلام ده بتلاقي ايه امراض الجهاز التنفسي والميكروبي عموما بتزيد عندهم والعدوى بتزيد عندهم يقول لك المناعة عنده صباعه جاله في التهابات والكلام ده ولازم يهتم بان اي جرح عنده لازم يعالجه بسرعة ويزبط السكر عشان الجروح عنده تلتأب بسرعة في اسباب خارجية طبعا الحوادث يعني دي بقى خارجة عن اراضة الانسان ودية اه لكن برضو لقوا ان السكر يعني مرض السكر بيبقالوه مساهمة في الحكاية دي لان الجماعة اللي هم بيصابوا بمرض السكر وبيهملوا دايما بيبقى تركزهم ضعيف وقدرتهم على القيادة او سواء بتقل فيعني بس الحوادث عموما يعني قد يكون هو اصلا حصل له حدثة بسبب او باخر انه راكب عربية اصلا مع حد تاني وعمل حدثة هما دخلوا برضو الحكاية دي حسب عموما الناس بتفقد سنها فده دي الدراسة اللي اتعملت ولكن اه اه يعني احنا عوزين نستفيد منها ايه احنا عوزين نستفيد منها ان احنا كل ما اخرنا حدوث مرض السكر عندنا كل ما استفدنا بالفرق ده في السن هتقول لي اه يعني انا عندي العيلة كلها اه بسكرين الاب والجد ومش عارف ايه والاسرة فيها الجين احنا عندنا جينات السكر اه اه مثلا يعني هل اقدر اتفادى الحكاية دي اه اتفادى ان اسباب الاساسية الاصابة بمرض السكر غير الجينات والكلام ده اسباب في العادات الغذائية اهم حاجة الكرش زيادة الوزن والكرش ويادة نسبة الدهون ونقص الرياضة وانا اتكلمت على فحلات كتيرة جدا عن كيفية الوقاية من المرض السكر بل بالعكس كيفية الشفاء من مرض السكر وخصوصا حديثي الاصابة بمرض السكر وارجع للحلقة دي لو انت حديث الاصابة بالسكر هتلاقي الشفاء من السكر ازاي لو عندك حاجة اسمها مقاومة الانسولين هتقول لي يعني ايه مقاومة الانسولين اقولك يعني انت عندك كرشك كبير كده وسنك عدد تلاتين بيبقى غالبا عندك مقاومة الانسولين بتحلل السكر اسمه التراكمي وتلاقي نسبة معينة كده يقولك عندك مرحلة مقابلة السكر لازم تخس ولازم تنقص وزنك فدائما الاهتمام بالصحة واهتمام بالوزن وعمل دائما انظمة غزائية ابعد عن النشويات والسكريات والكربوهيدريت والحاجات المسلجات والحاجات دي دائما اكل غزاء صحي خليك في زيت الزتون كالدهن الاساسي اللي عندك في الزيوت ده يبقى زيت الزتون لانه لا يميل الى انه هو يعني يراكم دهون بنسبة كبيرة في الجسم والدهون بتاعته الصحية الى جانب ان فيه مضادات الاكسادة خطيرة ولقوا فيه ابحاث اتعاملت على زيت الزتون دلوقتي وعلى مستخلص ورق الزتون انه هو له يعني بيضاد الشيخوخة بيقتل ما يسمى بخلايا الشيخوخة ودي عاوزة بقى يعني بحس تاني او قعدة تانية بقى نتكلم عن ايه هي خلايا الشيخوخة وكيف ان احنا نجد مواد طبيعية بحس شغالة عليها دلوقتي مواد طبيعية تقتل خلايا الشيخوخة حاجة جديدة كده اكتشفوها حديثا اسمها خلايا الشيخوخة خلايا هي المسؤولة الاساسية عن ان الانسان يعجز بسرعة فلو ان زيت الزيتون وورق الزيتون المستخلص بتاعه او الشاي بسموه شاي ورق الزيتون اه ده من اهم الحاجات التي تقضي على الخلايا الشيخوخة وخلايا الشيخوخة دي هي اللي بسبب السمنة برضو اه وبتسبب زيادة الوزن والاصابة او الاستعداد للاصابة بالسكر اه في حلقات كتيرة عملتها في مثلا عندك الجلوكوفاج رغم ان فيه كلام كتير عليه يقولك وحش وكويس وكلام ده بس هو طالما انت بدين هو بتعملش رجيم يبقى لازم تلجأ لحاجة تقيق من مقاومة الانسولين عشان منخشش في السكر المبكر ده البحث طبعا كاي بحث له ميزات ان هو بيرشدنا بيقولنا يا جماعة بيدو اجرز يا جماعة حاول دايما ان السكر يتأخر اذا كان مقدر لك ان يجي ما يجيش في سن مبكر اللي جفت تلاتينات هتخسر كتير من عمرك الى جانب انك انت هتبدأ لمرحلة العلاج لان حتى الان احنا عارفين اللي بيقع في موضوع السكر ده اذا ما شفيش لم يشفى منه في الاول وماهتمش في الاول اربع سنين من الاصابة بيستمر معاه بقى على طول الى ان يأذن الله بعلاج يعني يصدر يبقى قادم على العلاج والشفاء من موضوع السكر ده وفي علاجات حديثة قوية جدا ظهرت ولكن لم تؤدي الى الشفاء التاني اه وانا اتكلمت عن حلقة عن شروط الشفاء من واسباب والاشياء اللي ممكن يعملها الانسان عشان يلحق نفسه اذا اصيب بمرض السكر فالبحث ده طبعا معمول على مليون ونصف من ادم ومعمول على فترة طويلة وحاول يعني يكون دقيق باكتر قدر لكن من عيوب البحث يا جماعة اين اللي بتخلينا برضو يعني ايه يبقى عندنا امل ان احنا برضو نقول اول حاجة اتعامل على الناس الاجانب الاوروبيين تسعتاشر دولة من الزوي الداخل العالي والناس دي دايما بدينين ومسومان وصحيح بيعملوا اليادة كتير وبتحرحوا كتير وكام ده بس دايما بيميلوا الى ان هم يعني بسبب الرفوهية وكده ده عندهم نسبة سمنة بيعندهم بيقولك وباء السمنة فهما معرضين للاصابة باكتر من السكر اكتر من الناس اللي هما يعني مستوام المادي أقل فتعملت في دول أوروبية ولم تشمل دول العالم كله وقد يكون هناك أعراق أخرى جيناتها مقاومة للإصابة بالسكر أو جيناتها بتخليها بتصاب أكتر فده من أحد أيوب الدراسة أنه هو ركز على دول معينة بذاتها تاني حاجة الدراسة دي لم تشمل تدخل الحديث لعلاج السكر إحنا عندنا يا جماعة في العشر سنين الأخيرة ظهرت أدوية فعالة جدا في الوقاية والعلاج من السكر فلم يعني ما قالوش الدراسة استمرت لتلاتة وعشرين سنة من تلاتة وعشرين سنة كان علاج السكر يعني وحش جدا أدوية سيئة يعني معظمها تلغى دلوقتي فهل الأدوية الحديثة دي لما داخلت حسنته الأمور في أبحاث كتيرة جدا يا جماعة بتقول إن في أدوية اللي بتظهر حديث للسكر بتطول عمر الإنسان الناس اللي عندهم السكر تسببت في إن صحيتهم تبقى أحسن وبالتالي بقى عندهم فرصة أكتر في البقاء وطبعا زي بقول لكم الأعمار بيد الله ولكن وجدوا إن المتوسط بتاع أعمار الناس بيزيد لما بيكونوا ماشيين على الأدوية دي وعائلات الأدوية دي أنا تكلمت على بعضها في فيديوهات يرجع بس الفيديوهات اللي أنا بتكلم فيها عن السكر والوقاية منه ولسه فيه كمان كتير جدا هنتكلم عليه في الأدوية الحديثة اللي نزلت واللي بتنزل وصفتها وأهميتها بالنسبة لصحة الإنسان وهذا الإنسان المريض بس اللي يستخدمها ولا الإنسان المقبل على السكر زي عنده سمنة ودهونه بتاعه وعائلته فيها جينات السكر ورياطه يعني شغله ما فيش حركة ورياطه ما بمعملش رياضة وعنده استرس والكلام ده ولا الإنسان حتى العادي خالص اللي هو يعني لم يصب حتى بالمقاومة بتاع الإنسان هل ممكن ياخد الأدوية دي البحث ده ما تكلمش عن تأثير الأدوية الجديدة اللي عمالها في ظهر ولا إيف هو اللي قدرت تقدمه لنا من إنها إطالة عمر المتوسط وعمر الإنسان ولكن هي دراسة مهمة وبتلفت نظر أي إنسان أنت لو عاوز عمرك يعني يبقى بعد قدر الله سبحانه وتعالى أكثر يعني يطول أكتر وصحتك تبقى فترة طويلة أحسن عليك أن تبعد عنك مرض السكر وحدوثه بكافة الأشكال وطرق اللي احنا تعرضنا الجزء منها في الحالات ده ملخص البحث الجميل اللي معمول في جامعة كامبرج ده ومع الدكتور الطلياني الشهير عندهم في الجامعة دي وإن شاء الله في عندنا أبحاث كتيرة جدا بتتكلم عن أمراض كتير وعن حاجات كتير صحية دعونا بس نلاقي الوقت والظروف المناسبة إن احنا نركز فيه إن احنا نطلع الأبحاث دي بأسرع وقت لكم عشان الناس تقدر تستفيد منها وإلى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته